اشتركوا في القناة بقصة جائزة لو ضليت ساكت أحسن لك رح نبدأ بقصة يا دويس بحياتي ما تخيلت أسمعها بالأنبياء تعرف لما أنت تكون أيام المدرسة مثلا بآخر يعني ملسة مش صغيرة يعني صلت مراهق يكون في عندك أستاذ وهذا الأستاذ بحاول يكون قريب على الطلاب تبعونه بحاول يكون مثلهم عشان إذا تقرب عليهم بحس إنه رح يصيروا يحبوا أكتر ممكن ينتبهوا بالصف أكتر تسكرهم كان عندك هيك أستاذي يصيروا يحبوا بستعملوا كلمات أنت بتستعملها مع أصحابك والناس اللي بجي لك بعمرك بستعملوهم إنهم ميكول يعني إنهم ميكول يعني يعني عنك رح أعطيك اليوم مثال لهذا الأشي عم بصير عملعب كرة سلي بالمبيئة اسمع هالقصة مرحي؟ أول شيء اللي عم بحكيها أكتر واحد ما عم بحكي قصة بالتاريخ المبيئة مييمي اللي هو طبعا جيف تي اسمع هالقصة يا بي لا أستطيع أن أعطيك واحدة مع أصحابك أول شيء بوز استنى أول شيء بكفي الطريقة اللي بشرحلنا عن مين عم بيحكي اللي هو توني برادرز ولا حتى بعرف اسمه بعرفش اسمه أعرف اسمه أقول لك أبو الحواجب طيب نكمل توني برادرز اوه نعم هل يصحابك بالأصحابك مان كنت تريد أن أصبح لا أعجبه كنت أصبح أصحابك كنت أعجبا موسيقى المسيقى تحضري تحضر إسمع تحضر كثير عطلة في صغير تحضر منيح ما أكل كتلة بس ثانية نفسها منيح ما أكل كتلة بوكس بنص وجهه كف أقل إيشي كف للي ما فهم شو حكى ما رح عيد الكلام كلمة بكلمة لأنه عيب بس اللي عم بحكيه جافتيك كالتالي قاعد بمباراة وجايين أمه وأخته يحضروه ويشجعوه وقاعدين بشير ولو هيك هاي وويفينغ والدنيا هاي قاعدين بالملعب قرب عليه الحكم توني بروترز وقال له مين هدول البيب بيب لا يا جويس يا الله ما قلقتني بس هذا اللي بدي أحكيه بس هذا اللي بدي أحكيه لا تعليق أكتر من هيك فكرك لو طعمها لو طعمها بوكس بلحظتها مثلاً وبعدين حققوا بالأمر كان أحلى قصة بتاريخ الدوري أحسن من المالس إنه بالس كان عملت عليها ستيب باك تاني يوم كان ستيب بعد يوم كان فكرة كان يأخذ إنه بعد ما راجع الموضوع قالك أقول لك استاهل صراحة كمّل ما كان صار إشي ما بعرف إذا هذا أيام ستيرن ولا أيام سيلفر أتوقع سيلفر لأنه أغلب معظم مسيريات كانت مع سيلفر بس بأتوقع اللي كان صار إنه قلبة الدنيا على تيغ لأنه NBA بلاير بضرب حكم بعدين تاني يوم لما بتطلع القصة إنه ليش سوى هيك الكل بيقلب على توني برادرز وبرجعوا تيغ وهذاكا بتم استبعاد هلأ لازم يتم استبعاده هلأ هلأ اليوم أنا لو إنه لو إني أنا محل آدم سيلفر أول ما تطلعت هاي القصة على السوشيال ميديا برفع التليفون بحكي معه بقول له اسمع انت أوت شو اللي بتزويه هاد نفسه اللي كريس بول بكرهه كتير أيوة السبوع الماضي كان عنده بيف معه حط على السوري على انستجرام تابعه كيف لقد حذكا بحكي بمقابل إنه هو أصلاً ما بيتابع كرة السلة ما بحب كرة السلة أو إشي هيك نتذكر أه بحطرش كرة السلة جائزة لو ضليت ساكت أحسن لك توني برادرز يا عيب الشوم يا توني برادرز يا عيب ثاني عيب الشوم ما الدب طيب جائزة الثانية اليوم جائزة تحقني وأنت مش قاصد MVP الدوري السخيف MVP دوري السخيف بلا شك MVP الدوري السخيف هاي ساني دويس عم بلعبوا الوزردز ضد الباكس والزلمي عم بحاول يعمل كروس أوفر وعمل كروس أوفر عم برجس عمل كروس أوفر كد ما هو صح مين رقص حاله رقص بول رقص جوردن بول جوردن بول ماذا تفعل رقص حاله وياريت ياريت ياريت خلصتهم هكمل نفس المباراة كسر كواح له نفس المباراة بول ببرلين صاب من وراها هاي ستر يعرج المسكين يا زامي ، قوش هاي بتعرف شغلة هذه موسم من الشيخ لابول من هذه المباراة فاظوها فاظوا على الباكس انتصروا على الباكس مباراة ممتازة كانت للوزردز بس والناس لا تتذكر معنى ذلك لا سنتذكرها سنتذكر مقاطع بول يعمل أشياء بولوية إذا تضحكني وأنت غازد جوردان بول MVP الدوري السخيف بدون أي شك هذا الموصل حسنا جائزة تهدي أعصابك يا رجل ليس مستاهلة هذه كثيرا عجبتني هذه عندما أسمع أول ما صارت أقول أوهو أول ما رأيته أقول يا حبيبي كاليوم بره للدوري السخيف مية بمية كالي أوبري كالي أوبري يا جماعة الخير كالي أوبري والسكترز عم بلعبوا ضد الكليبرز وكالي طلع سلم بالآخر هو برأيه ارتكبوا عليه خطأ وما نحسب فعصب على الحكم راح شوية صغيرة شوية عصب راح وقف قدامه هلأ طبعا اسمع نيك ميرس عم بعبر اسمع بصراحة هو ما كان معصب هو شو عصب هو عم بعبر عن مشاعره بطريقة تير مباشرة صراحة معك حق مية بالمية الزامة ما زعل ما فحفظ ما فحفظ ما صيح بكل هداوي بكل هداوي عبر عن مشاعره الحقيقية وشو عقا لهم حاليا قدر خليحضر توحكا لهم أشر عليهم واحد واحد بعدين اسمع على إشي أنه بعد ما يأشر عليهم برجع برجع بأشي في لحظة في لحظة طلع على هاي اللحظة بس بين الهي واحد اثنين ثلاثة بعدين بوقف وإنه بتأكد بس بتأكد أنت 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 بعدين بزودها بطل أنت ما عم بيحكي يوقو صفي وبطلع على الناس الكل ما ترك حدا ما إطبه وهس بدأ أهاj들 تلاحظ يجويس طلع على تعريس ماكسي طلع وجه تعريس ماكسي في مرح طلع تعريس ماكسي تطلع هاي اللحظة الضحكة الخبيثة تعريس ماكسي جاعد بعد scripture ها اللحظ حدث بعدين عشان يكملها تزيد من التين بلة كالي أوبري قعد هدي شوي حدا يجا سأله شوية كالي زعلان لا 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 مش معقول مش معقول كالي أوبري بفرد طحق بفرد طحق يمكن لازم أن ننسى الحلقة بعد وقت البتور بخرا قروري جدا طيب جائزة هذا طلع مجرم رح نعطيها لنادي الانديانا بايسر البيسرز والسكسرز لعبوا مباراة البيسرز والليكرز عقوا لعبوا مباراة هذا كل يوم هل فيه شغلة معروفة يا دويس عن جمهور الليكرز أكبر جمهور كرة سلة بأمريكا الشمالي وينما تروح تلعب مين ما يكون أي ملعب بأمريكا الشمالية تروح تلعب فيه إذا الليكرز عم بلعبه رح تلاقي جمهور رح تلاقي ناس لابسين زي الليكرز وقاعدين صح أو لا؟ خاصة ملعب كليبرز خاصة ملعب الكليبرز 200% بس هلأ هاي المباراة ما كانت بملعب الليكرز كانت بملعب البيسر وطبعا في ناس لابسين زي الليكرز مشرجعين الليكرز موجودين بإنديانابوليس فإيش عملوا النادي الراهيم راحوا حطوا فلتر على وجوه هدول الجمهور وطلعوه مع الجنبو كبير وطلعوه اسمع الفلتر صراحة صاري كثير بخوف أنا أول مرة شفت هذا الفيديو فكرت من جد ناس عم تبكي قرأت الكابشن أوه أوكي لحظة مزبطينه 100% الناس عم تصيح رائبين رائبين هذا منيه هذا كيه بس هذا هذا أول واحد هذا رائب بشبه أنا فكرته بوجه أنتين ديفس ختيار الله أنتين ديفس بعد 50 سنة هيك يكون شكل يا زمي رهيب رهيب اللي يساوه فطلعوا مجرمين طلعوا مجرمين الانديانا بيسرز أو فريق طاقم العمليات بملعب الانديانا بيسرز مربحوا جائزة هذا طلع مجرم لهذا الأسبوع جائز اللي بعدها جائزة هذا عمره ما رح يتعلم ولا رح يتعلم يا دويس أهى أظن تعلم خلي الجمهور يحكم طيب خلي نبدأ باللي صار بعد أربع برور أربع دقائق فقط من مباراة الـ Golden State Warriors والأرلاندو باجك ونذكر Golden State في مرحلة هلا مست وين لازم يبودوا مباراياتهم الواكت براهم بمباراة واحدة يعني بش الوضع حق يعني بش مفيش مزح هلا فاقلوا بنكيرو بيخترق بيدخل جوا بيحط سلة وبيحسبوا عليه بيحسبوا له خطأ ويروح بيوقف بيبدأ Dreaming Green يحكي مع الحكم بأكل تك شفت التك الأول أكل تك واضح واضح دي أرجع أذكر الناس أربع دقائق صار مهر من المباراة فقط كورت الأول بكمل النتيجة ستة ستة وبيبدأ 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 طلع عوجه ستاب ستاب قاعد عم بفكر براسه يا الله هلا بيبدأ يشيله ويحط له إيده إنه لا بعدين الحكام بيمسكوا الحكم الثالث اللي قاعد بيحكي بعد ريمون كمين رجعوا بيكمل بيكمل بتوصل مع الحكم لهون بيقول لك سلام بانطرد من المباراة أربع دقائق أقل من أربع دقائق مر على المباراة وما في أشي بيعبر عن شعور جمهور أكثر من ردة فعل تفكري بتو يركي بدو يبكي الولد مسكين شو اللي عم بيسير حرام إنه جد جد عم بيبكي كان كان عم بيصيح شوي غريب كان رجل فعل ستاف صراحة الزلمة بدو يربح وعارف كميش المباراة مهمة يدوز عم بيصيح قاعد بش كيف عم بتصيح عم تبكي الزلمة الزلمة خلاص وصلت معه لهون هلأ الحلو بالموضوع إنه راح فوزهم فازوا بالمباراة الوريور بس شو اللي بدنا نحكي نحن قلنا هذا عمره ما راح يتعلم ولا راح يتعلم لأنه شو صار بالمباراة اللي بعدها يا دي المباراة اللي بعدها المباراة اللي بعدها علم درسه طلع تريمون جرين وقدامه جرانت وليمز اللي طبعا فيه تاريخ بينها في تاريخ كبير آه ملعب الوريورز ضد الهور شوف هاي واحد آه هلأ كل شي جوه ومسك حاله مسك حاله مرتين لحظت انه كان بده الكوع اول اشي من فوق ومن تحت من تحت ايا الكوع ايا ايا الكوع من اول ايا اول شي الكوع شوف وات وات يوالله شايف شايف قديش مسك حاله شعراء شايف هو قديش مسك حاله بهاي اللحظة يعني راح للحفة لحافة على الحفة لحفة الوادي كامل معي ف يعني بدنا نغير اسم الجائزة اليوم حسين اسم هذا يمكن تعلم جائزة يمكن تعلم يمكن تعلم دريمن جرين طيب جائزة راح تاكلها راح تاكلها مسكين جباري سميث جون تويس عمرك لعبت وان اون وان مع واحد ملعب وانت عم تلعب وان اون وان تغلط انت بتكون عم تحاول تخترق توصل تغلط وبتمسك الدربل تبعك بطل معك دربل هلا انت عم تلعب وان اون وان صح؟ فما في باسات اه اه ايه بتشوت ايه راح ترتكب ترافل وراح تصفي الكرة مع خصم شو بتسوي مرات في تسديدة بتزدت الطابة اه بتزدت هيك من تحت بتحاول هيك بس تتفنن فيها شوف لوكا دونشيش هداك اليوم شو عمل في المباراة ضد الهوستن يا اخي جباري سميث تلعلي عم بلعب ديفنس بلعب ديفنس بلعب ديفنس يا محلة ديفنس كروس اوفر اه سكر عليه شو هاي شو هاي شو هاي تويس ما عم رأيتها بالنبيا ما عم من الثري بوينت لاين ما عم رأيتها بالنبيا ما فيه احلى من هيك ديفنس ما اظن حدا حتى حاولها بالنبيا مش انه ما حد سيجلها ما بتخطر عبالك هذا اللي اوكي هذا اللي بميز لوكا انه عم بعمل اشياء تسديدات ما حدا حاولها مش انه والله حاولواها كتير ناس من قبل وما انه اضيعوها لا لا ولا عمره حد توه هيك من خططة الهديات اسمع مستحيل ما حد توه هيك اسمع جمهور المعلق معلق الروكت معلق الروكت معلق الروكت تبقوا له 35 عام اوه لا 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 تبقوا اوه لا 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 اوه لا 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 اسمع قدما كان يفتح شوارع فيهم عارفين ستدخل أنه حسوا أنه لما زادت الكرة لما رامل الكرة قل لك حسوا أنه ستدخل عشان كل شيء عم بأملكا عم بأملكا ستدخل عندما كموقتيها جايب 40.40 نقطة سهولة طلع نظرته لوكا هو عم برجع طلع نظرته كيف يضحك عارف حاله عمل شيء لا أحد يعمل فالمسكين جباري سميث جونيور جائزة رح تأكلها رح تأكلها لأنه لوكا رأي طعميك إياها بكل الأشكال والألوان إيش ما تسوي راحت عليه وآخر جائزة لليوم فيه هانج تايم وفيه هانج تايم صح وفيه هانج تايم اللي مرات بيجي شوية بوست من المدافع بتصفي قصة خرافية بعدين فيه طيران خير الهانج تايم اللفل اللي فوقي أنت عم بتطير أنت عصور تحليق اير تايم أحليق أحليق جيلين جرين شو اللي شوفته أنا بالمباراة ضد الأول هلا لما تحضرها فول سبيد أوكي تمام سلم حلو يا جماعة شفوها بسلوموش هذا فن هذا فن فن يا الله شوف كيف بطير الزلمة بطير الزلمة بطير الزلمة بطير الزلمة شو هاد يعني هو كان مرجع حناوي يسلخ دنك مثل تعون أنتوني أدواردز شاف جو بي وكان لقى فيه ستايفل تاور ستايفل تاور دفشه شوية من تحت قال لك أوكي سأرجع هون شو هاد سأحدد واو هاي اللقطة اللقطة بالهوى ما لا يحول حط فوز هو بالهوى فوق هون هون قرر يغير من دنك لسلم وهو عم بغير ظلو محلق فلتت منه الكرة يا زلمي فلتت رجع مسكها وسدد لا لا جيلين جرين من نخبة النخبة من ناحية تلاقي قبل نية من مش معقول طلع على لعيبة الشي اسمه الولف زورة طلع على وجوههم بعد ما يحط طلع 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 اه اوكي اه اوكي انه شرح عمل شو بدك يعني اعمل خلص انه ما في فجائزة يا ولد يا لعيب جيلين جرين جيلين جرين جيلين جرين على الحليق الهانكتايل الاخترافي اللي شفنا هذا الاسبوع واذا عندكم لقطات خلال اليوم شفوها لازم تدخل بالدوري السخيف احكونا عنها اعملونا تاق لحساباتنا او حساب او حساب دويس ان شاء الله عجبتكم الحلقة يلا سلام يلا سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة